وخلال لقائه نواب المحافظة بالبرلمان أكد رئيس مجلس الوزراء أن دولة ستضخ استثمارات ضخمة في عدد كبير من المشروعات بالمحافظة من بينها مشروعات لتطوير المناطق غير المخططة مشددا على أن هناك اهتماما كبيرا بمشروعات البنية الأساسية من جانب الدولة تنفيذا للتكليفات الرئاسية كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستسعى لتلبية متطلبات القطاع الريفية بالمحافظة حيث تقدم النواب خلال اللقاء بتوجيه الشكر للحكومة على إحالة قانون التصالح في مخالفات البناء للبرلمان مطالبين بتقديم تيسيرات للمزارعين في هذه المرحلة